كيف تتعامل مع شعور الغضب؟ كيف تتعامل مع شعور الحزن؟ مع أنه ممكن يوم من الأيام أنا أحزن؟ مع عمر هذا حكالي كيف أوصر شعور الفرح؟ مع أنه ممكن يصير في أحداث حياتي معينة؟ خليني أشعر بالفرح لهيك خليكم معي اليوم لنحكي أكثر عن أشياء المشاعر كيف نتعامل معها وكيف نعبر عن مشاعرنا وكيف نستقبل هاي المشاعر؟ بالبداية المشاعر هي أشياء بنحس فيها حركة نحو الخارج بنحس فيها زي هاي الأحاسيس الجسدية يعني شعوري أنا اللي بحس فيه هو موجه نحو الخارج هو شيء لا يمكن التحكم به ولا سيطر عليه ولا منعه وهاي نقطة مهمة مرات إحنا بنزعل لأنه إحنا نزعلين مرات أنا بعصب لأنه أنا معصب مرات أنا بتدائق لأنني متدائق أول نقطة مهمني أعرفها في موضوع المشاعر وهي ردة فعل جسدية على شيء لا يمكن السيطر عليه بمعنى أنا لما أحس إن أنا حزين بهديك اللحظة مش واجبي أنا أسيطر على حزني بهديك اللحظة لهيك أول نقطة حابين شاركها معكم اليوم من موقع عرب ترابي إنه مشاعرنا هي حق علينا واجب كل شعور إنه يكون جواتي لحتى أحس فيه طيب قدي إحنا بنعرف مشاعر لو هسا أنت وقفت الفيديو فكرت هيك محالك لمدة عشر ثماني أعطيني مشاعر أنت بحس فيها باليوم كم شعور رح تحكي واحد اثنين ثلاثة عشرة عشرين طيب فيه بالمعجم اللغوي أكثر من مية وخمسين شعور معرف تعريف لغوي مفصل بمعنى فيه شعور الحزن يختلف عن شعور يختلف عن شعور الصدمة يختلف عن شعور البؤس يختلف عن شعور اليأس يختلف عن شعور التعاطف يختلف عن شعور السعادة يختلف عن شعور الفرح يختلف عن شعور المرح يختلف عن شعور الأمل في كثير مشاعر طيب قد يحنا بنعرف إنهم لهيك واحدة من أهم الأدوات لإحنا نبلش نتعامل على المشاعر نحنا نعرف شو هي المشاعر أصلا نعرف شو أسماءها واحدة من الأدوات الكثير مهمة نستخدمها إحنا كأخصائيين نفسيين ممكن نستخدمها كناس طبيعيين اللي هي عجلة المشاعر عجلة المشاعر هي بارا عن عجلة دويرة زيرة فيها دويرة أكبر فيها دويرة أكبر جواها كثير مشاعر هاي العجلة شو هدفها هدفها تساعدني لأحدد أشور شعوري طيب ليه أنا مهم أتعلم وأتدرب كيف أعبر على المشاعر التعبير عن المشاعر عبارة عن مهارة زيها زي الرياضة زيها زي الرسم زيها زي الموسيقى زيها زي أي مهارة ثانية الهدف من أني أنا أستخدم هاي الأدوات أني أنا كيف أدرب عضلتي المعرفية والعاطفية وأزيد من قدرتها للتعبير عن المشاعر لهيك عجلة المشاعر واحدة من أهم الأدوات ورح نحكي عن كتير أدوات كمان اليوم ولكن واحدة من أهم الأدوات أني كيف أنا أستخدم هاي الدائرة الأوسط مشاعري مرات وصير فيما فيهين مغلوطة في مجتمعنا ممكن نلاقيها في السوشيال ميديا ممكن نلاقيها في الإعلام أنه في مشاعر إيجابية ومشاعر سلبية مرات أو شيء بخلينا نحس في نوع من أنا عالضحف أنه أنا بديش أحس في مشاعر سلبية أنا حدا إيجابي أنا حدا قوي أنا حدا عندي شجاعة أني أحكي عن مشاعر لهيك أنا كمحمد أخصائي نفسي بحب تعريف أنه في مشاعر مريحة ومشاعر غير مريحة كل المشاعر عادي نحس فيها مسموح لنا نحس فيها بس فيه شعور بريحني لما أحس فيه بكون مرتاح لما أحس بالأمن بكون مرتاح لما أحس بالسعادة بكون مرتاح لما أحس بالفرح في مشاعر غير مريحة باكون مش مرتاح لما حس بالحزن باكون مش مرتاح لما حس في اليأس باكون مش مرتاح لما حاس إن كان IMCH مرتاح وحاس إنه مش حاس بإشي لهيك ما في شعور سلبي وشعور إيجابي ما في شعور منيح شعور مش أميح كل المشاعر بنت على المناسب لهيك هدفنا نخلي المشاعر عادي نحس فيه هنوصل إلى المرحلة لأننا عادي نحس بشعوري لما نقبل شعورنا نسمح له يدخل جوانا نسمح له يتفاعل معنا رح يروح وظيفة المشاعر انها تروح وتيجي وظيفة الشعور ما يضل لهيك واحدة من الفروقات المهمة ما بين المشاعر والافكار ان المشاعر بتروح وتيجي مشاعر تشبه الدخان اذا فتح الشبابيك رح يروح اما اذا ضل عندي شعور مستمر لاكتر من عدد معين من الساعات معناته هذا مش شعور هاي فكرة لهيك المشاعر ما تيجي الحالة المشاعر ممكن يجي مع افكار لهيك عنده اكون منتباه طب انا هسا انا حاسس ولا عنده افكر طب شعوري انا حزيني لانه بس حزيني ولا حزيني لانه رح اخسر شغلي او حزيني لاني رح اترك اهلي واسافر لهيك واحدة من البعض المهمة تساعدنا انا اوقف شوي اسأل حالي سؤال انا بشو بفكر لما اسحي حالي هذا السؤال رح اقدر اميز بين فكرتي وبين شعوري اشتركوا في القناة